الطاقات اللي عم تواجهك هذا الشهر يا برج الاسد ميزان جوزاء طاقات نارية طاقات هوائية ممكن ما اي شوي عم بشوفك في النصف الاول من الشهر عم تكون محمل كتير بالمسئوليات ممكن في العمل عم بتتحمل او بالحياة الاجتماعية العادية عم تتحمل كتير كتير مسئوليات امور كتير حاطتها حمول فوق ظهرك عم تتطلع وتفكر بموضوع معين عم بيشكل لك كتير يعني زي ما قلتلك حمول حاسس انه حمول الدنيا كلاتها على ظهرك بسبب هذا الموضوع عم تتطلع عليه وكأنه خلص راح من ايدك او فرصة رحت عليك عم بتفكر طول الوقت باول اسبوعين خلينا نقول بهذا الموضوع عم بشوف فيه سفر لكتير من الناس اللي من برج الاسد او للناس اللي مقدمة فعلا على عمل او على هجرة عم بشوف فيه سفر فيه سفر بعيد كمان مش قريب او هي محاولة منك للابتعاد عم بشوف فيه شخص يا برج الاسد ممكن يكون ناري زيك هذا الشخص عم بيرائبك بطريقة فضيعة ممكن عفكرة يكون كمان هوائي هذا الشخص بيحبك كتير وانت بتحبه كتير كتير شوف انا عم بشوف انت بترائبه كتير وهو عم بيرائبك كتير ولكن انت متخوف جدا من هذا الشخص من بعد يمكن ظلم الحقه فيك من بعد موضوع معين سبب لك ألم كبير من هذا الشخص عم بتكون متخوف عم بتراقب من بعيد اوكي فيه حب كبير اوكي لكن عم بتكون متخوف جدا من هذا الشخص ولكن انا شايف الحب بينتصر في النهاية على فكرة ممكن يكون حب في العمل للناس اللي بيشتغلوا ممكن يكون هذا حب في العمل عم بتكون علاقة فعلا جدية وعم بيكون فعلا حب حقيقي فيعني وراء حلو طلعلك هي مع انه ما فتحنا على عطفة احنا فتحنا بشكل عام ولكن شايفيتك شايفيتك في محكمة شايفيتك ما بعرف عم تدافع عن حالك هذا الموضوع رح يصير على خير فيه فيه مساءلات قانونية او اوراق قانونية فيه محكمة فيه ناس بتستنى طلاق ممكن تحصل على الطلاق او فيه ناس فعلا فيه مشروع الطلاق عم تحصل على حقوقها الاولاد عم يكون معاكم يعني فيه حقوق معينة مادية ومعنوية رح تحصلوا عليها في هاي المحكمة لكن المحكمة ظهرت اكتر من مرة فيه عندكم امور قانونية معلقة الها فترة ورح تنتهي على خير في هاي الفترة رح يصير فيه جستس ورح تاخدوه اللي هو حقكم خلينا نقول تبدو من بعدها بداية جديدة مع الحب الحقيقي اللي قلت لكم عنه ففيه التقاء مع شخص فيه عزيز عليكم فيه بداية جديدة للكم من بعد ساعة يمكن من بعد فراء من بعد امور سلبية صارت ان ظلمت فيها الحق رح يرجع لك بعدين رح تلتقه وكأنه اذا انت ان ظلمت فالطرف الاخر رح اول شي تاخد منه حقك بعدين تبدو بداية جديدة او تبدو بداية جديدة مع الحب الحقيقي تبعك ولكن هذا شخص موجود يعني موجود في حياتك له فترة طويلة مش مش شخص جديد او معجب او خلينا نقول لا شايف بالنسبة للعزاب فيه ممكن يكون شخص معجب من برج مائي على الاغلب او ناري ولكن هذا الشخص نكون شوي حذرين لانه شايف عنده علاقات شايف فيه عنده امور طبابية نكون اذا في منكم حابب انه يدخل علاقة هاي الفترة او يعني يكون حذر هاي الفترة لانه برج الاسد هاي الفترة ممكن تتعرضوا لناس اما نصب اما بالعلاقات العاطفية ممكن يكونوا يعني لعوب شخص لعوب فبس ننتبه لهذا الموضوع ولكن شايف فيه عندك عدالة فيه موضوع كنت تستنى لك فترة طويلة رح تحصل عليه في هاي الفترة شايف سفر اما للعمل او للهجرة فيه شخص كبير بالسن واعدكم في عمل معين في فرصة عمل عم بشوفوا بيساعدكم فعلا وعم بيشتغل في الموضوع هذا الشخص واصل هذا الشخص مسؤول فعلا عم بيرتبلكم الامور وعم بيساعدكم ايد بايد مع بعض ممكن تكون احد افراد الاسرة عنده طاقة صلبية معينة هاي الطاقة السلبية عم بتأثر على البيت كله يمكن او هو بالذات عم بيكون حتى مش بس تعبان نفسيا عم بيكون الطاقة السلبية مسيطرة عليه طبعا انا بحكي طاقة سلبية يعني ممكن تكون حسد عين سحر اي شيء ولكن هذا شخص من افراد عائلتكم عم بتعرض اوش ممكن يكون الشريك عم بتعرض هاي الطاقة السلبية ولكن هاي الطاقة السلبية عم توصلك حتى انت وانت عم تتأثر فيها فنزير بالنا من هذا الموضوع نشوف العاطفة بشكل سريع مختصر لبرج الاسد شهر اكتوبر للناس المنفصلين خلينا نبلش حبايبي المنفصلين لانه مكتار اغلب اللي بيشاهدوا القناة منفصلين بالنسبة للمنفصلين حبايبي خاصة اذا كان الشريك منطاقة نارية او ترابية او مائية فهو حيرجع هذا الشهر ولكن رجع خلينا نقول مش صافية كتير من ناحيتك انت انت رح تقبل شايفيتك انتو السنين مقبلين على بعض بخطوات بطيئة لا هو راجع يعني بعاصف راجع خلينا نقول بمشاكل رح كتير تتعاركوا او يمكن تفتحوا مواضيع قديمة ترجعوا تزعلوا مع بعض ولكن في رجوع هذا الشهر في رجوع من الطرف الاخر ممكن يكون القراءات عكسية ممكن تكون حبايبي قراءة عامة شايفة من بعد ما تصير هاي المناوشات او هاي الامور من بعد الرجوع شايفة الامور رح تصفى بيناتكم خاصة اذا كنتوا كمان متزوجين لانه شايفة هون طاقة متزوجين رح تصفى الامور رح يصير في صلح للناس المطلقين في فرصة كبيرة لانه يصير في حكي لانه لازمكم حكي يعني الطاقة اللي شايفيتها قدامي انه تنين كان في بناتهم كتير مشاكل اللي هو حكي كتير طالع نازل في حكي جارح كان في الموضوع فوقت ما يصير الرجوع انا شايفة برضو رح تصير في مناكفات اللي اخذوا عاطة كتير عبين ما تروقوا الامور وتصير مثل هيك برضو برضو شايفيتك بهذا الموضوع يا أسد عم تاخد حقك عم يوصلك حقك لحد عندك وعم تتحقق العدالة شايفة هذا الموضوع جدي مش موضوع يعني علاقة مؤقتة او كذا شايفة الموضوع مستمر معاكم او الحب والعطاء رح يكون في العلاقة مستمر اكتر يعني اكتر من كرتين او ثلاث فيهم استمرارية في العلاقة مش مش علاقة مؤقتة خلينا نحكي نسبة للاشخاص العزاب او المطلقين او الارامل في فرصة حلوة هاي الفترة شايفة الطاقة عم تنتد شوي لنوفمبر في ممكن ان يكون زواج ولكن زواج تقليدي شايفتك انت ما بتحب التقليدي شايفتك بتحب شوي انه يكون في تعارف او في قبل الزواج ولكن شايفة في فرصة زواج تقليدي نوعا ما من شخص متقارب معاكم شخص بتعرفوه لكن ما يعني ما يعني ما تهيئ لكم انه هذا الشخص رح يتقدم او كذا شخص انتو بتعرفوه يمكن صديق يمكن من صداقة تتحول لزواج او العرض للزواج هذا الشخص ممكن تكون طاقة تنارية او ترابية اذا ورق بالمجمل حلو خلينشوف تحذير او ممكن ما يكون تحذير ما يعني بس وهذا الورق ورق تحذير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة